ما هي القراءة السياسية التي يمكن أن أعطوها لهذه التوصيات الأممية التي تسغطت البالة؟ أولا أن القرار يأتي في نفس السياق لقرارات السابقة بعض الفقرات تتشابه كثيرا لكن من حيث المضمون أنه يؤكد خاصة الفقرة الثانية على أن لا حل غير الحل السياسي الواقعي المبني على توافق بمعنى ليس هناك لا استفتاء ولا تقرير المصير أو شيء آخر هذه رسالة من المنتظم الدولي إلى كل أطراف التي تدافع حول مسألة تقرير المصير أو شيء من هذا القبيل المسألة الثانية ولأول مرة أعتقد في قرار مجلس الأمن يؤكد بالوضوح دون تعبيرات مضمنة على أساس أن هناك أطراف أربعة المغرب، الجزائر، موريطانيا والبوليزاريو وتتأكد في عدد من الفقرات فهذا أيضا يؤكد ويدلي بأن النزاع الصحراء ونزاع إقليمي هذه رسالة ثانية كبيرة جدا وتؤكد طرح المغربي الذي كان سابقا يركز على البعض الإقليمي للنزاع ثالثا وهي مسألة كذلك أساسية أن هذا النزاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات خاصة منذ 2007 وهذا ما جاء كذلك في القرار تذكر خطاب الملك بمناسبة لذكر ماسير الخضراء عندما قال بأن المشكل ليس في الحل ويكون في طريقة الوصول إلى هذا الحل الطريقة الوصول إلى هذا الحل تأتي من يجب أن يكون هناك تراكم لكل القرارات وروح هذا القرار 24-68 يؤكد على هذا التراكم يبقى كذلك المشألة المهمة وهو أن هناك انشقاق على مستوى المجلس الأمن على مستوى بالخصوص بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن بعاتات حفظ الأمن خاصة في إفريقيا تأكل من أموال دافع الضرائب الأمريكية ونحن نعرف برنامج ترامب والولايات تانية ويأخذ هذه الورقة ويركز عليها كثيرا كثيرة هي الاجتماعات والقرارات والتي يشار إليها في قرار 24-68 بأن بعاتات حفظ الأمن يجب أن تكون لها مرضودية على مستوى الوجوب والوصول إلى حل سياسي ولذلك عندما تفسير تصويت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تركز على قابلية ومرضودية المينورسو فهي تربط ذلك برؤيتها لبعاتات حفظ الأمن في إفريقيا منذ سنة طرحت على مجلس الأمن أن تمويل الولايات المتحدة الأمريكية تمويل عام 75% لبعاتات حفظ الأمن في أن الاتحاد الإفريقي أن يمويله 25% لكن فشلت هذه الصفقة في ذلك هناك ضغط الآن من الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك وقع النوع من استراع بينها وبين روسيا التي ترى كذلك بما أن أمريكا هي التي كتبت القرار فإنها لم تستشر بما فيه الكفاية ولم تحل إلى مرجعيات فإذن يجب أن نقرأ التصويت وتفسير التصويت الأمريكي والروسي خلال هذا الصراع في الحرب الباردة الجديدة في حين أن دولة جنوب إفريقيا صوتت بالامتناء لسببين إما أنها لا تريد أن تخلق أزمة سياسية وترسل إشارات إلى المغرب كان بالإمكان أن تصويت بلا رغم أن تصويت بلا لا يشكله خطرا بالنسبة لدولتين هي غير دائمة في مجلس الأمن لكنها أيضا إن صوتت بلا قد تعزل على مستوى مجلس الأمن ويجب أن تعزل خصوصا خصوصا وأنها اللاين سي اللي هي المؤتمر الإفريقي الحاكم حزب دير راما فوزا يستعيد لانتخابات يوم 8 مي وقرأت كل تجمعات التي أجرتها اللاين سي في جنوب إفريقيا تركز بالخصوص على صورة اللاين سي السابقة في محاربة الاستعمار وصورة منضيلة فهي أيضا توظف نزاع الصحراء من أجل تلميع صورتها داخليا لأن كل الأوراق التي كانت تعدمين عليها سقطت في الماء نتيجة الفضائح المالية والأخلاقية التي سقطت فيها عدد من زعماء المنورسو فهذا السبب يمكن أن الميزة تفسير تصويت بالخصوص بالنسبة لروسيا وأيضا بالنسبة لدولة جنوب إفريقيا بالنسبة لمنورسو أرى ترون أن الغاية للأمم المتحدة هو فقط لتقلص المصارف لهذه البعتاة أو لتوسيع مهمتها إلى شيء آخر وهو مع كم الأسف تقرير جوتريس كان سيئا جدا وأشار في عدد من الفقرات إلى توسيع مهام منورسو بطريقة أن تحدد السياسة أن تصبح سياسة نحن أمام مرجعيات جديدة في حين أن قرار مجلس الأمن في 1991 الذي أوجد المينورسو حدد لها ست مهام لم يبقى من هذه المهام سوى مهمة واحدة وهي وقف إطلاق النار لذلك المينورسو الآن مرتبطة بوقف إطلاق النار وليس بشيء آخر تقرير جوتريس بعض الأطراف مثلا تريد أن تقرير جوتريس في ثلاثة طوافلة أولا هو المتعلق بالمنورسو وهي التي يكتبها كوليستيوارت الثاني ديال كولير والثالث اللي هو ديال الأمين العام جوتريس يريد أن يغير من مرجعية النزاع بإعطاء ورقة جديدة للمونورسو وهذا سيخلق طبيعة الحل أزمة كبيرة في المنطقة ناسيا كذلك أن هناك تناقض داخل تقرير جوتريس حينما يربط بين نزاع السحراء وتوتر الوضع الإقليمي أنا أعتقد أن قرار المجلس الأمن له أهمية من حيث أنه يركز على الحل السياسي في محيط متقلب مضطرب خطير جدا يعرف عودة الجنرالات إلى هذه المنطقة جيراننا في الشرق لهم مشاكل كثيرة في ليبيا هناك مشاكل كبيرة في السودان فإذن أعتقد أن القرار هو قرار حكيم أين ترون النقطة التي على الدبلوماسيا المغربية تدافع عليها في هذه اللحظة لاحظنا أن التقرير جوتريس وحتى القرار القرار يشير إلى مسألة حضور حقوق الإنسان من خلال مجهود مكتبي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدخلة والعيون وهذا شيء مهم في حين غاب الأمر عند جوتريس لكن هناك غياب لمتابعة حقوق الإنسان في تندوف ما يجري الآن في تندوف خطير جدا هناك لخروج المدرعات والأسلحة لمواجهة سكان عزل ما يطلبه سكان المخيمات فقط حرية التنقل لأنه يجد على الجميع أن يعرف أن هناك كل مخيم محاط بصرم الرمال وأن الآن هناك قرار لماذا وقعت هذه الانتفاضة في المخيمات هناك قرار بأنه لن يخرج من هذه السجون سوى مئة شخص فقط فهذا معنى أن هناك انفجار داخل هذه المخيمات يجب أن نربط ما يجري في المخيمات وما يجري في داخل الدولة الجزائرية كما لحنا ذلك في 1988 وما أدى ذلك من نتائج سواء على نزاع صحراء أو حتى على مستوى البنية الداخلية البويزاريو أو هرم الدولة الجزائرية